طيب ما شاء الله دنيا حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل الناس اللي قلوه صح جدا. اللي شاكين في علاقة سلسائة. او ان شركهم بيخونهم. اه انت تسرعت يا حمل. الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل. فهي ما هيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة. غلطة. يعني انت اللي في القلب. تعلمين قصدي ممكن تكونوا غلطة. حصلت. لكن ما هيش علاقة يعني علاقة. لا. ما وصلتش للمرحلة دي. ممكن تكون هفوة. لاني شايفة. شايفة الطاقة كويسة جدا. الطاقة اسرة سعيدة. اه الناس لسا ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. اه الشريك. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام. قاعد بتطلق احكام. اه يعني بالراحة عليه شوية يا حمل. اه لانه واضح ان انت تسرعت فعلا. اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي? انت شايفه حبيب رجوع شخص حبيب يعني بتحبه شخص عزيز عليك جدا. شخص قريب لقلبك. اه الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة. هنبتدي دلوقتي فرص جديدة. لعلي اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندك وده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي. هنبتدي ندي فرص ان شاء الله لبعد. وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي? تسمعوا خبر حلو. وفيه شمس بتطلع نجاح. العلاقة بازن الله نكحة. فيها سعادة وفيها امان. وحاجة بسم الله ما شاء الله كوى يا سادي بتاني. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكة يا حمل. انها هفوة. يعني عاديها. عاديها. مش مش مقصود بيها خيانة. ومش مقصود بيها انويبر عمك خالص. لأ. الشريك آآ. لأ الشريك بيحبك ما في المينة. ما في المينة. طيب. تعالوا نشوف. تعالوا نشوف المجموعة التانية. وولاك كيز حبيبتي اختار لنا بقى بالمينة النهاردة للقراءة الخاصة لمجموعة. بص يا مينة. ممكن تكون علاقة قديمة. بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض. ممكن تكون قديمة. احتمال. مرسي يا صحر قوي قوي. سلاميلي يا روحي. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله حبيبتي كل الخير ان شاء الله دي كل. سنجل سارة لو انتي سنجل انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الاشاردة. في شخص هيظهر. ان شاء الله. او يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا واقل. شكرا شكرا. يا سامي يا رباني خليك يروع. ايه الكلام الحلو ده اسلاميلي. طيب. نحن نشوفها المجموعة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بابعهم. عندك حيرة جمدة يا حمل. حيرة من حاقتين في حاقتين حيارينو. مش حاجة واحدة. حاقتين. جميل جدا طيب النجم هي طقة ايجابية كويسة عندك طقة ايجابية معقولة جدا معقولة جدا مش بطلة خالص فيها يسا عندك حيرة شوي يعني انت محتار مش عارف تقفين يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك الحيرة دي تعبتك تعبتك يعني تعبتك جسمانيا حتى انهاكتك يعني ليه كده لا عندك حيرة جندة جدا وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبذل مجهود حاجة ومركز فيها جامد جدا 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 دي كل تقطك انما فيش مردود يعني مش بتلاقي المردود زي ما انت متخيل او زي ما انت عايز مش عارف الموضوع ده عمليا يعني بحياتك العملية ولا بحياتك الاسرية ولا بحياتك العطفية اللي حتة دي لكن هي عاملالك انهيار جامد في الحياة الشهر ده يا عاملك انهيار برج انهيار البرج ده انهيار لاسلوب او انهيار لمعتقد لاحساس معين انت عايش بيه بقى لك فترة حينهار حيبتدي ينهار يا اما هو ينهاري لوحده يا اما انت اللي هتهده بايدك يعني زي ما تقوله انا حسيت انت بتقول ايه محدش مقدر اللي انا بعمله ومحدش يعني حتى بيقولي كلمة شكرا طب انا مش هعمل حاجه خالص وهتبطل تدي وهتبطل تضحي وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي اهو ده تاور انهيار لشهر اهو زعلان اهو زعلان متضايق ونستني حد يراضيك ونغمس في ذاتك اه يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هما يراضيك او يخففوا عنك انا شايفة ان دي تفريغ شوحنة بقى انا مش عارفها دي خناقة بقى حاطة اني بقى فيها حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات اه زي ما تقولوا انا انا شايف ان دي حالة تفريغ ان انت بتفرق الطاقة اللي جواك او الكلام اللي انت كنت استحمله فترة طويلة هتبطلعوا في الوقت ده وعشان ترتاح هتبطل تمسك قيادة بقى هتمسك قيادة الامور ودي افتكر انت هتمسك قيادة حياتك بقى انت اللي هتمشي حياتك بقى انا يعني هيبقى في تغيير لا في واضح ان هيصلا تغيير عندك في الحياة في نمط حياتك جدا انت اللي هتاخد وشايفة وديني حيرة من امر ما بس افتكر الحيرة دي تخص الحالة المادية انت عايز تعتمد على نفسك مادية لو الناس لو الناس اللي انت متضايق منهم او اللي حصلت المشاكل منهم دول الناس دي انت مرتبط بيهم مادية او حياتكم المادية مرتبطة ببعض هتبتدي تبقى عايز تعتمد على نفسك مادية علشان تبقى في غنى عنهم تماما في هنا قدامي كمان دي انا بقول ايه دي نفسك اجازة دي اجازة انت هتطلع اجازة ان شاء الله مش شرط ان احنا نسيبت ريال بنوع المكان يعني زي ما انا عملت مثلا ديت نفسي ايه مجمع دي خلاص اجازة عاملت في هنا معايزة بقى لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات افلت كل حاجة واجازة راحة ترتاح كافق نفسك بحاجة اخرج مع صحابك او اخرج مع صحابك روح اشتري حاجة كافقي نفسك دي عملية احتفال وعملية اجازة الناس اللي على وش خطوبة او في مرحول التعارف دلوقتي شكل فيه خطوبة الكادر ده كمان معناها خطوبة بعدها فيه مغامرة بقى هفيه احساس بالمغامرة ليه ده الاثنين بقى للمرتبطين او الغير المرتبطين افتكر الاجازة اللي انت هتعملها دي هتهديك يا حمل انت محتاج الموضوع ده انت اسموك حمل لانك انت حمول بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو بتهدي بقى الدنيا تروح هادد المعبض خالص بس ده من كتر ما انت متشبع بالدسابوينت من كتر الزعل يعني خلاص بقى لو ما لقيتش تقدير او افروشياشن من الناحية التانية زي ما قلت لكم الاجازة دي هترفع من راحك المعنوية جدا كارت بقى الدنيا الشمس تطلع تبتدي بقى روح المعنوية كعلى كده وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر وحتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله ونفس القراءة تنطبق على الناس اللي هيصن عندهم خطوبة هيوحسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا نستيعيهم ان شاء الله ربنا تنملكوا على الالف خير هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة الحمل فيه عنده حيرة جديدة جدا جدا وحاسس ان هو حمال مبدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجع مفيش منها تقدير فتعد جدا الموضوع اثر عليه حتى جسمانين محتاج راحة وكيز ارتاح ويحمل شوية حاوله تنام شوية هيقرر انهيار تقاليبا ان حسن انهيار ده انت اللي بتهده بايدك يحمل هتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا معاملتك مع الناس او اسطوبك معاهم ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكانه حالة تانية خاصة ازعلانه من غمز في ذاتك افتكر هيبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني صلحوك او يفهموا مالك انت هيبقى ردك عنيف جدا وحيبقى فيه خنائك ومشاكل كتير قوي قوي بس هتطلع لجواك هتبتدي تمسك انت قيادة العربة هتحتار شوية بين اختيارين شباح بعض شوية بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو ان انت تعتمد عن نفسك مادية فيه خطوبة شيفية للناس اللي في مرحلة التعرف دلوقتي بإذن الله ربنا تنملكوا على خير بعدها فيه مرحلة يعني تفاؤل ومغامرة واحساس حلو جدا بالنسبة للناس اللي مش مقبلين عن الموضوع ده انت هتاخد اجازة وانت تستحقها خد اجازة شوية بريك ان شاء الله يوم واحد افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس حتى عن الصحاب اللي بتحب بس اللي بيحب بيقضي وقته مع الصحابه والموضوع ده بيريحه نفسين بليز قضيه مع صحابك